أول حاجة ممكن نبدأ بها كده هي قصة أو مثال يعني عن مفروع كان معمول يمكن هو كان في التمانينات عن جهاز كمبيوتر كده كان في شركة من الشركات الرائدة في صناعة أجهزة الكمبيوتر وكان ساعتها بدأ يمكن من أنكم بقى اللي عارف تاريخ التطور بتاع أجهزة الكمبيوتر كان يمكن زمان الكمبيوتر قد الأوضة يعني بيبقى أكبر من كده وطبعا كان بيبقى جهازة عملاق يعني وبدأ بعد كده عصر يبدأ في الكمبيوترات تبدأ تكون أجهزة أبسط شوية وأصغر الصورة لقصاتكم دي ده المفروض يعني الانجاز اللي هم عملوا أنه هم صغروا الكمبيوتر بالحجم ده يعني بس المهم أن كانت الشركة دي عايزت تنتقل هذه النقلة عشان تقدر تواكب السوق بتاع مبيعات الكمبيوترات وما كانش عندها في الوقت ده ميزانية أن هي تعمل كده وما كانش عندها كمان الكبرة ولكن جه واحد من المهندسين أخذ فريق وقال لهم أنا هجيب 18 واحد يشتغلوا معايا كانوا الشباب لسه خرجين ما عندهمش كبرة كبيرة المشروع ده كان محتاجين أن هم يخلصوا في خلال سنة والسنة ده على حجم المشروعات اللي هي المفروض بتعمل تفرق كده يعني في الشركات ده وقت قليل أوي يعني وفي الحقيقة بقى الفريق ده قادر أنه يخلص المخروع في وقتها أقل وطلعوا الجهاز اللي قصدنا طبعا هو بالنسبة لنا دلوقتي يعني حاجة يمكن قديمة قوي بس بالنسبة لهم كانت حاجة تفرق وبتأدي الفانكشنز اللي كانت مطلوبة منه وقدرت الشركة أن هي تقدر تاخد تاني الحصة بتاعتها في السوق وأن هي تجمل كان من يعني القصة دي معمول عليها كتاب بالتفاصيل بقى بتاعتها وكان الغريب فيها زي ما قلنا أنه هم المجموعة اللي اشتغلتهم كانت خبرتهم قليلة لسه متخرجين ولكن كان عندهم الشغف هو يمكن كان متفاوب كروية فكانوا بيقدروا أن هم يشتغلوا ساعات أطول يمكن كمان كانوا بيدوا أولوية للحياة بتاعة الشغل عن الحياة العملية أو الحياة الأسف الحياة الشخصية بتاعتهم عشان يقدروا أن هم يخلصوا ده فلما سألوهم طب أنتوا ليه يعني بتعملوا في نفسه كده فكان حد بيقول أن 98% من يعني اللي خليه فيه توجه اللي احنا هنخلص المشروع ده هو أن جزء منك بيبقى جوه الماشين اللي انت بتصنعها يعني انت بتكون اديت وقتك ومجهودك وفي الآخر الانجاز اللي انت حققته ده انت بتبقى حاسس بأن جزء من خبرتك انت قدرت تنقلها فيه فدايما لما تشوف الحاجة وهي خلصانة بتكون حاسس بالفخر حاسس بأنك منتمي للحاجة دي طيب ده هيدخلنا لمواضيع بقى هنعيشها لأن في الانجازات اللي بتحصل دي حاجم كبير زي مثلا القصة دي أو حتى لو واحد بيروح شغله يوميا بشكل يعني معتاد هيبقى دايما بيحقق حاجة وحاسس ان هو الانجاز اللي هو بيحققه ده هو منتمي لي فبيحس ببعض الحقوق اللي مفروض يحصل عليها وده في نفس الوقت بيكون قصاده ببعض القيود اللي الشركة ساعات بتكون خطاة أو بعض التأدير اللي بيكونش موجود فيعني تعالوا نستعرض ايه هي الموضوعات اللي ممكن تقابل اول نقطة احنا عايزين نتكلم في البروفيشنال رسبونسبوليتز يعني احنا دايما علينا في مكان العمل بعض الالتزامات اللي هي بروفيشنال أو لازم نقديها بشكل احترافي من ضمنها اول حاجة اللي هي الكونفينتشالتي اي شركة بتكون حبا نهيها عندها بعض المعلومات السرية اللي حبا نهيها تحافظ على سريتها يعني طبعا الشركات وليكن مثلا تعالوا نقولي ان فيه سلسلة مطاعم سلسلة المطاعم دي معروف فين اماكن المحلات بتاعتها معروف مثلا المحل ده السطف او عدد العمال بيشتغلهم في قد ايه كل دي معلومات مش يعني مش معلومات سرية دي معلومات اي حد يقدر وهو معادي يقدر يحصل عليها ولكن فيه معلومات تانية الشركة حبا نهي تحافظ على سرية المعلومات دي من ضمن طبعا الحفاظ على سرية المعلومات بيخلي فيه نوع من المنافسة اللي الشركة حبا نهي تحافظ عليها واجب المهندس او اي شخص بيكون بيعمل في وظيفة ان هو يحافظ على المعلومة دي ويبقى عارف بشكل ما ايه مدى استخدام المعلومة اللي معاه يعني المعلومة دي اقدر اقولها المين والمفروض احافظ عليها وصاب مين تعالوا ناخد برضو امثلة كده عشان نبقى برضو الموضوع ده بتنسبلنا واضح بمثال شركات مثلا احنا عافين لو ما بتروح اي كوشك عنده مجموعة من الحاجات الجهزة طبعا مش عايزة اقول اسماء برنديات خصوصا كمان فيه موطعة يعني بس يبقى فيه مأكولات جهزة عنده وليكن اللي هو مثلا كروازو مثلا اللي بيكون محشي مثلا جبنة او محشي شوكولاتة او حلاوة اي حين يعني طبعا لو واحد شغال جهو المصنع ده بيه معلومة لازم يحافظ عليها هو المصنع ده انتاجيته قد ايه هو المصنع ده بيوزع فين هو مثلا الشركة دي هتعمل عروض ايه احنا بنشوف مثلا في رمضان الشركات كلها بتتنافس مثلا في ان هي تعمل عروض على المنتاجات بتاعتها وتكون مثلا هتكبر الحجم شوية بتاع ازازة معينة هتغير شكلها فكل المعلومات دي بتكون اي منافس ليهم حاجب ان هو يحصل عليها في اقرب وقت عشان يعرف ينفسهم بشكل كويس طيب اي حد شغال جهو المصنع بيبى حاجب ان هو يحافظ على المعلومة طيب هو المنافس لما هيدي ياخد المعلومة دي هل هو يروح يسأل حد في المصنع مثلا هو انتو هتعملوا ايه الفترة الجاية يعني دي حاجة يمكن بديهية انا محدش هيجاوب عليه او هيبه صعب يحصل على المعلومة بالطريقة ده بس تخيل ان هو ممكن يكون المعلومة دي بتتاخد بطريقة انت نفسك مش متخيل ان هو هيستفيد بيها مثلا انت ممكن تكون شغال في مصنع بتاع كرتون مصنع بيعمل علم كرتون دي من ضمن المعلومات اللي سهلة تعرف بيها انت ليه بالمصنع اللي هتبتورد له قد ايه يعني انت مصنع بتاع كرتون بتورد لشركات مختلفة علم كراتين مختلفة لو منافس لأي شركة من الشركات العملاء اللي عندك دي عايز يعرف الانتاجية هيجي يقولك طيب هو انت انتجيتك بتبيع قد ايه للشركة دي ويقدر من حجم التوريد اللي بيجيله من السبلاير يقدر يعرف الشركة اللي هي الكلاينت دي حجمها قد ايه فانت ممكن ما تكونش واخد بالك ان هي معلومة مهمة ولكن دايما خلي المعلومة دي فيها سرية معينة والشركات في نفس الوقت بتحاول ان هي بشكل ما يكون بالنسبة لها اي موظف عارف معلومة عارفين احنا دايما كده في اللي هو اللي بول بتاع توب سيكرت او ان هي ده حاجة ما تسر للغاية بقى ما يتقلش لحد فالشركة بتحاول ان هي تحط حدود لاستخدام المعلومة ويفضل ان هي كمان تكون محددة بمدى استخدامها يعني مسموح تقول مثلا تشارك المعلومة دي وانت بتناقش مديرك بس انها مثلا ما تناقشهاش مثلا مع الموظفين اللي شغلين حواليك او مع كلاينت عندنا والشركات على مستوى تاني بتحاول ان هي برضو ما يبقاش حد في ايده كل المفاتيح وكل الاسرار بتاعت الشركة لان ده طبعا لو واحد بس سرب معلومة هيبقى او الشخص ده لو قرر ان هو يقز الشركة هيقدر ان هو يعمل كم وعودة مثلا لمسال اللي كنا بنقول ان ممكن شركة تعرف حجم مبيعات الشركة التانية عن طريق مثلا هي تعرف كاراتين التغريف اللي هي بتحصل عليها قد ايه المطانع بقى اللي هي عايزة تاخد الكاراتين دي وهتغلف البضوعة بتاعتها بدل ما بيتعامل مع سبلاير واحد للعلب دي لعلب الكاراتين بيبدأ يتعامل مع ثلاثة اربعة بحيث ان هو يوزع الانتاجات بتاعته على كذا مصنع بحيث لو حد لو معلومة تصربت من مصنع ما يبقاش تصرب المعلومة بشكل كامل يبقى اخر بس جزء من المعلومة السليمة دي حاجة في حاجة تانية ان هو احنا بنحاول دايما نحافظ على الكمبيتنس الكمبيتنس ان انتجريتي وهي الكمبيتنس هي المنافسة والانتجريتي اللي هي النزاهة بمعنى ايه؟ لو انا عندي معلومة ما ينفعش ان انا اروح لشركة تانية طبعا دي برضو من الحاجات اللي هنتكلم فيها ان من حق اي موظف سواء كان مهندس او غيره ان هو يكون بيطمح لان الكرير بتاعه يكون بيتطور باستمرار فبالتالي عايز ان هو يشتغل في شركة بعد كده جاء له فرصة في شركة تانية بمرتب مثلا افضل او بظروف عمل افضل فمن حقه المفروض ان هو يقدر ينتقل للشركة التانية دي ولكن ساعات بيكون عنده بعض المعلومات اللي لو اتنقلت للشركة التانية خصوصا لو هي شركة منافسة بشكل مباشر تضر الشركة دي في عندنا مثلا مثال عشان نبقى برضو دايما اكتلمنا بامثلة قصة حصلت في الحقيقة ما بين فولكسفاجن وجي ام طبعا يعني اللي مش متابع يعني دول من كبار المصنعين خصوصا في عالم السيارات يعني فولكسفاجن طبعا هي شركة معروفة بجي ام من ضمن الشركات اللي بتملكها شركة اوبل ففي مهندس انتقل من شركة فولكسفاجن لجنرال موتوز اشتغل في اوبل المهندس ده لما اشتغل هو قدر يعني من المعلومات اللي عنده انه هو يطور حاجة في العربيات الاوبل طيب الموظف ده اللي هو بنسميه ساعات بيطلق عليه اسم هاي بروفايل يعني واحد عنده معلومات كتير ويقدر ان هو ينقلها فينقل اصرار الشركة بشكل كبير جدا طبعا في الحالات اللي زي دي بيحصل بقى اضايا مساءلات قانونية الشركات بترفعها على بعض طبعا الشخص نفسه ممكن كمان بيتعرض للقضايا دي فبساعات بيحصل تسوية يعني المعلومات اللي الشخص ده يحملها هي بتساوي كام بتبدأ بقى الشركات تتفوض مع بعض يعني يمكن في مثال زي ده شركة فولكسفاجن اشترت من شركة اوبل قطع غيار او يعني بعض المكونات بتاع تصنيع السيارات بمئة مليون دولار يعني هي دفعت مئة مليون دولار مقابل ان هي تحصل على مكونات بمليار دولار يعني اخدت شركة فولكسفاجن من جي ام على مدار طبعا سنوات يعني مش بكشة واحدة كده اخدت منها بعض المكونات قيمتها مليار دولار ودفعت بس مقابلها مئة مليون دولار شكرا شكرا